اهلا بكم وغفر الله خطاياكم وجعلكم من عباده المحسنين كل يوم جمعة بنستمتع بالقصص الكرآني اللي موجود في سورة الكهف ومن القصص ده قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر وكان فيه شخصية مصاحبة لسيدنا موسى نشأت وترعرعت على الإيمان قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوباه فمن هو هذا الفتى؟ اسم يوشع ابن نون وهو من نسل سيدنا يوسف عليه السلام اسمه بالكامل يوشع ابن نون ابن إفرايم ابن يوسف ابن عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولما وصل سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل للأرض المقدسة كان رأي السواد الأعظم من بني إسرائيل أن لا يدخلوها وقال موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها وكان وسط بني إسرائيل رجلان أنعم الله عليهما بالإيمان منهم يوشع ابن نون قال دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون واستجاب الله عز وجل لبني إسرائيل وحرم عليهم دخول الأرض المقدسة ومات هذا الجيل الفاسد في التيه مع عدى ذاك الرجلين العظيمين وبعد وفاة سيدنا هارون عليه السلام ثم وفاة سيدنا موسى عليه السلام أنعم الله على سيدنا يوشع ابن نون عليه السلام بالنبوة وهو من قاد بني إسرائيل للخروج من التيه والدخول إلى الأرض المقدسة وفي سفر كامل في العهد القديم باسم يشوع بيحكي قصة دخول بني إسرائيل للأراضي المقدسة هترك الرابط للي حب يطلع عليه والأرض المقدسة كانت مجموعة من الكرة المحصنة بأصور عليها لكل قرية ملكها وقاد سيدنا يوشع ابن نون بني إسرائيل في حرب حامية الوطيس مع الكنعانيين في الأراضي المقدسة واستولى على الكرة قرية تلو أخرى حتى وصل إلى أرشاليم وحاصرها ستة أشهر وكان بني إسرائيل على وشك الانتصار واقتحام الحصون وده كان عصر يوم الجمعة لكن المشكلة أن يوم السبت محرم فيه العمل والقتال على بني إسرائيل فحدثت معجزة عظيمة نظر سيدنا يوشع ابن نون للشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبسها الله عليهم حتى فتح لهم بيت المقدس والمعجزة دي مذكورة في السنة النبوية المطهرة وفي العهد القديم عند اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون ليالي صار إلى بيت المقدس قزاكم الله خيرا